بسم الله الرحمن الرحيم وبيه الاسبعين والصلاة والسلام وعن مخوص محمد العالمين طبعا خلص الشكر والتأدير من نقابة محامين مصر خاصة الأخ والأستاذ والزميل يسامبي الجمال الذي عملت معه منذ أن تم افتتاح هذا المعهد تغيبه لمدة ثلاث سنوات حيث صفرت إلى روسيا ودول أسيا الوسطى كعميد الجامعة المصرية هناك في الحقيقة فعملت مع أهل المهنة وغير أهل المهنة ولاحظت منظومة أخلاقية بتحكم أهل المهنة في هذه البلاد المفترض أنهم تشربوها من نحن فهم ينظرون إلى مصر نظرة خاصة دول أسيا الوسطى كلها خاصة الدول الإسلامية وروسيا ينظروا إلى مصر نظرة خاصة جدا إنها البلد اللي بتنمي وتنشر الأخلاق في كل مكان بلد الحضارات جيت لمصر وطبعاً بحاضر أبنانا الطلاف الجامعات وكنت بحاضر طبعاً القضاء الداري والاقتصاد السياسي عندما تكلمت مع أخي أستاذنا حسين بي الجمال فقلتنا أنا عاوز أتكلم شوي عن أخلاقيات المهنة خطرق ما درسناه والأبحاث التي عملناها حتى درجة الأستاذية زي ما أنتم عارفين وأتكلم عن الأخلاق أخلاقيات مهنة المهنة فأرجو أن نستمع ونتحاور فما يحكمنا هو الاحترام المتبادل لا بصفاتنا ولكن بصفتك كإنسان لا تنزع إليك عميد أو استاذ جمع أو أنا زميلك أولاً وكما قال حسين بيه أنا محامي بالنقض منذ 14 سنة فأمارس المهنة وكنت ما مظهرش لكن ممارسة شرفت بوجودكم معايا وأرجو أن تتحملوني بعض الشيء إذا كان هناك سهو مادي أو سهو لفظي أرجو أن تترفعوا ولا تتعلقوا فأنا أتكلم مع إخواني وزملائي وأبنائي مثلكم يعني اللي هما الجدل اللي تخرجوا طيمنهم دكاتر يعني فأرجو أنتم إيه إذا كان هناك زلة أو سهو ترفعوا بداية إذا كلمنا عن أخلاقيات المهنة في صفة عامة المفترض أننا أمة الأخلاق فما تقدمت أمة من الأمم إلا بالأخلاق وما تأخرت إلا بنقضها أردت أن تخرب مجتمع خرب أخلاق من فيه خاصة القدوة والقدوة فيه القدوة مين؟ أنا أرى أن المحامي المحامي قدوة ولا أتخلى عن هذا الاعتقاد فأنت القضاء الواقف عليك التزامات عليك حقوق فيه التزامات تجاه الغير والغير ده متعدد كد يكون الغير ده موكلك الغير الخصوم الغير القضاء الغير المجتمع حباك الله سبحانه وتعالى أنك بتعالج المشاكل تحمي الحقوق فإذا كان الطبيب له تخصص معين المهندس له تخصص معين المعلم له تخصص معين أنت لك كل التخصصات أنت بتعالج كل التخصصات تعالج قضايا الأطباء قضايا المهندسيين قضايا المعلمين فأنت حباك الله بأمور تستشعر وتحس لكن أنت مش مش مدركة ولذلكم ما تكلم عن التزامات المحامي اسمحوا لي أرجو منكم أن لا يعني تتقبلوا مني لفظ أنت قاضي أنت قاضي أنت على منصة فالقاضي يتعلم منك القاضي يتعلم منك ومن هنا إذا شرعت في الحديث عن المحاماة فأنتوا عارفين المحاماة على وزن مفاعلة مشتقة من حام عنه أي دافع عنه ممكن تدفع عن شر تدافع عن شر أو تدافع عن خير صفة عامة طيب أمقول أخلاقيات مهنة في البداية أقول كما يقول الحكيم من تجرد عن دين وعن خلق فليس يرفعه علم ولا أدب فالعلم والدين والأخلاق إن جمعت لأمة بلغوا في المجد ما طلبوا بعس الأنبياء بعس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسب الزكراء الكريمة بوصفه الأخلاق وإنك لعلى غلق عظيم فأنتم يا سادة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع قدوة ومسل فما هي أخلاقيات المحمد مجموعة من الكواعد مجموعة من الكواعد بتنظم علاقتك بالغير تنظم علاقتك كما قلت بالخصوم بالموكلين بالمجتمع بالدولة ومن هنا أتساءل ألحظوا أن البعض يصف المحامين بالمناكفين أو رجل القانون بصفة عامة بأنه مناكف لا هو في الحقيقة رجل يفهم ويعي القانون فهو ليست مهنته الكلام إنما مهنته فن الكلام فأنت أمام صاحب العلوم التجريبية أستاذ أمام صاحب العلوم الإنسانية أستاذ أمام صاحب العلوم الشرعية أستاذ تخد في كل المجالات لأن كل فئات المجتمع تنظم أوضاعهم قوانين من صنع هذه القوانين؟ رجال قانون من الذي يحلل القانون إلى لوائح وإلى قرارات وإلى تعليمات وإلى نشرات وإلى دوريات الأساسة للمحامي فأنت تدرك أوضاع المجتمع فيحج في نفسي أن المحامي الذي يفترض فيه أنه مدرك لمقومات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الاجتماعية مغيب بعض الشيء عن أوضاع المجتمع فأنت حامل ضعفاء ولا تحس بهم تبحث عن رأس المال ولا تعلم اقتصاد بلدك ماشي ازاي تتكلم عن تغييرات سياسية وخلافه ولا تفهم نظام الحكم ماشي ازاي فيحج في نفسي أن أجد بعض زملائي وأبنائي المحامي بما أزد عن هذا هذا سنتناوله في سياق كلامنا مع بعض المهم أنه بقول أخلاقيات المهنة كواعد مقننة بتنظم علاقتك كما قلت بموكلك القائمة على إيه على الأمانة رأس مال المحامي سمعته شرف في عقداني المادة أيوة المال زينة الحياة الدنيا لكن المادة عندنا وسيلة بدأنا مثلكم وسيلة لتحقيق غاية في بداية حياتنا بدأنا محامي ثم دخلنا جهات أخرى ثم استقرنا في المجمع وصلنا إلى ما نحن فيه بالصبر أن المادة لا تحكمنا ولا تحركنا أبدا معي ممعيش لا أنا صاحب مبادئ صاحب قيم أمتى أمتى ترخص أمتى المحامي يرخص عندما يتكلم كثيرا عن المال عن المقابل اجعل عندك عطاء معنوي وهذه مهنتكم لو قلت نعم تريد أنت العطاء الماد لكن أين عطائك المعنوي أين نصائحك الأفراد المجتمعة ومن هنا أم أجد علاقتك بموكلك طبعا أنتم عارفين أم نتكلم في الوكالة أتذكر طبعا النيابة في التعاقد أتذكر طبعا ما درسته أو درسته لزملائكم في القضايا الإداري إيه علاقتك موكلك قائم علي قائم على الصدق أنت وكيل أنت نائب عنه كما أي إنسان أي إنسان له حقوق وعليه واجبات في هذه الحياة أنت محامي يعني أنت إنسان حر ميستك أنه لا سلطان لأحد عليك سوى ضميرك لا سلطان لأحد عليك وعن ذلك ومنما يقول استقلالية المحامات لأنك لك الحق لك مطلق الحق في رفض أو قبول أي قضية لا أحد يستطيع أن يرغمك على قبول شيء أو على رفض شيء ومن هنا عندما نتقلم عن الواجبات لا أسويك بالواجبات التي تفرض على الموظف العام فأنت لست موظفا عاما تلتزم ب وجبات معينة تفرض عليك أنت محامي حر عليك التزامات ولك حقوق لكن عندما أتحدث عن الالتزامات أقول تتمثل التزامات المحامي في النزاهة الاستقامة احترام الزملاء النزاهة المحامي الذي يلبس قميص واحترامي ويستهد بالشكل العام أنت لبتين نفسك أنت لبتين نفسك أنا كرقل قاضي عندما أنظر إلى السيد المحامي الذي يفترض أن أتعلم ما منه وأجد أنه لا يلتزم بزيه كيف نظرتي لها عمل ازاي ده اللي يعلمني ده اللي هتشرب منه إذن يجعل نفسك نزيف نفسك حتى في كلامك في تصرفاتك في أداءك وجهتك فين ده القرآن وصف وكان وجيها الوجهة في من فيك أنت فأنت رجل السياسة ورجل الاقتصاد ورجل الاجتماع أنت المدرك لأوضاع المجتمع أنت المدركة لأوضاع مجتمعك لماذا تفرطين في نفسك لماذا تهين نفسك مهما كانت الحاجة كلنا نعاني لكن ليست المعاناة أم أهمل نفسي لا أنا المجتمع له حق علي أنت لك حق علي أن تراني قدوة ومثل لي ابني له حق علي أن يراك قدوة ومثل له عندما أنت تفرط في نفسك كيف ينظر إليك ابني تلميذي موكلك الكلمة تخرج منك يفترض بكل أمانة ومسؤولية وهذه سفة العظماء أو ببساطة لا تهلفت في الكلام قال تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَاتِ كل أولئك كان عنه مسؤولا إذن الكلمة هنا عندما تخرج منك بمنتهى المسؤولية والأمانة لا تعرف أصمت لا تتكلم أول شيء أن تكون وجيها في نفسك احترم نفسك لا لأجل نفسك فقط إنما لأجل الغير لأجل المجتمع الذي ينظر إليك كقدمة ومثل فإذا أنت ينائب عن الشعب ينائب عن الموكلين أهملت في حقي نفسي شكلا نحن حتى بنقول كده الدعوة مجبولة شكلا أو مرفوضة شكلا أنت عندما تقف أمامي وأنا على المنصة أول ما بحلل بحلل فيك الشكل مين يتكلم قدامي هو هذا الذي أخذ منه إذن لابد الاعتزاز بالنفس هذا معنى الكون يتنزيها مستقيما أنت أنت رجال قانون وفي هذه الحياة لسنا ملائك ولسنا شياطين كل من له زلات وله هفوات وله سقطات ليس ما أقولك أنه عن مستقيلا أنت على الطريق المستقيم لا أنت قدوة ومسل إذا وصفت يا سلام عندما كنت أتكلم مع الدواعش في قرب الصين كده مع المصر فكنت وقت منهم رجال قانون فكر معهم كده بصولهم وحكي معهم وعندما ينظرون إلى المصري وهو يتكلم والله تفتخر ببلدك تاريخنا اعتقدهم المصري الذي كان أثبتنا لهم أن المصري هو الكائن الآن فتكلمنا معهم بمنطقة ريحية منطقة الصراحة وكان في شهر رمضان قرب حدود الصين والأولاد الذين كانوا في سوريا وكلام فوجدت أننا مقصرون تجاه هذه مقصرون تجاه هذه الفئات المفترة نزلت هذه البلاد أدرس قانونها كويس لأنني أتعامل مع بالقانون الذي يحكمها سواء كان الروسي أو القذاقي أو القرزيس أو غداق فأدرس القانون كويس فوجدت الحضور ينظرون إلى الأظهر نظرة قضايا نظرة قضايا هل تعلموا فيه هل سمعوا عنه أم نظروا إلى قاماته نعم توجد قامات في مصر كما أن لكم قامات في نقابة المحامين وقت للدور هنا علاقتك إيه بالنقابة من أخلاقيات المهنة علاقتك أنت أستاذ محامي بنقابتك مبنية على المصلحة البحثة مبنية على المحترام المتبادل مبنية على القداسة مبنية على المهم فكلمت معهم فبدأ وجدت في الآخر أن هؤلاء الناس نحن مقصرون في حقهم مقصرون لأنهم ينظرون إلى مصر بتاريخ والأظهر بينظرون إليها نظرة علية أين دورنا فوقت أن هذه الفئات تتعلم قشور من الدين قشور لا تفهم شيء لا تفهم شيء عن أو تغير الأحكام وتبدلها وتغير البيئات فدخلنا معهم خطوة خطوة على مدار كم سنة حتى وصلنا والحمد لله الحمد لله أن أصبحت الجامعة المصرية في هذه الدول أكبر جامعة هناك ولا يضاهيها أي دولة أخرى بفضل إيه؟ بفضل أبنائها الذين يعتزون بأنفسهم ويثكون بأنفسهم ويؤمنون بأن لهم دوراً في الحياة رسالة نعم أنت صاحب رسالة ومنهج إذن أي معنى الاستقامة أن تكون مستقيماً في فكرك مستقيماً في عطائك أعرف أن لله عليك حق ولنفسك عليك حق ولمجتمعك عليك حق وزع الثلاثة عقود إذا تنازلت عن حقك حقك تذكر حق الله عليك إذا تنازلت عن حق آخر تذكر حق المجتمع عليك لا تشوهوا أنفسكم بأنفسكم إذن هذا معنى أو معنى مبسط من الاستقامة بأن النزاه الاستقامة احترام الزمالة هذا وإنتوا عشتوا لسوق المحامة شوفوا المحامين بيتكلموا عن نفسهم أزاي ويتكلموا عن بعضهم أزاي وإذا جالسوا مع الغير يتكلموا أزاي اعتدتوا منذ أنت خرقت أتكلم عن زميلي سواء أصغر مني أو أكبر مني بقول أستاذ أستاذنا حتى مجلس مع فضلية الإمام مجلس أستاذنا مهما كان الخلاف أو مهما كان أستاذنا فنتعلم لغة الخطاب مع بعضنا البعض مهما كان بيننا من خلاف عن لغة الخطاب مع الآخر تخيل ابنك يناديك بدون بابا زميلك يناديك باسمك مجردا من أي صفة تخيل بقى موكلك ينادي عليك باسمك تقول ليه بتويني نفسكم مقابل إيه لو ملايين مرسودة لي بس هتنازل عن قرمتي أنا قلت للمجتمع علي حق ربنا له علي حق أنت فرطت في حق نفسك فلا تفرط في حقي قاضي أساء لنفسه لكن ما يسئش لهيئة ما يهيئش لهيئة للسلطة فما بالك أنت بتستهين بنفسك أنت أكبر نقابة في مصر وأعظم نقابة وأعظم تاريخ أوعى أوعى تحكوبك المادة أوعى تنزل الحياة نظرة ناقمة فيا شباب لا تختزل الرزق في المال لو اختزلت الرزق في المال لخسرت كل شيء رزقك في عقلك رزقك في صحتك في أولادك في هيبتك في علمك فالأرزاق مقسمة تجد إنسان لا يملك العلم لكن يملك المال أما أنت الذي تملك العلم تأتي من المال فارضى بما قسم الله لك وأتعجب كل العجب ممن يقولون أننا نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بكذا ونؤمن عندما تتكلف الواقع إذن هنا عندما أتكلم عن احترام الزمالة القاضي زميلك المحامي زميلك الموكل ليس زميلك الموكل اعتمن لك دور تجاه لكن نتكلم عن احترام الزمالة منكم الأكبر سناً ومن كنا الأكبر سناً والأكثر علماً احترام متبادل الاحترام في لغة الخطاب فلا تنادي على زميلك باسمك مجرداً من أي سفة وتقال تكلم عن المستشار بتقول يا سيد المستشار تكلم عنك يا سياد النقيب يا محمد بيه يا أحمد بيه لا تستهين بنفسك وما هنتوا على نفسكم هنتوا مع الغيركم إذن الاعتزاز بالنفس احترام الزملاء مهما كان من خلاف عارفين آية المنافق أو أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا خاصم فجر إذا خاصم إيه فجر وخلي بالكم وخلي بالكم يا شباب في الآية سبع وستين من سورة توبة وجدت أن المنافق أعظم درجة من الكافر المنافق أعظم درجة من الكافر إزال وقدت أنه مقدم عليه إن المنافقين في الدرك الأسفل إذن هنا أنت كمحامي لا تفجر في خصومتك الصوت لو سمحت وسمحوني أنها بتعامل بتعامل كأستاذ في محاضرة لو حد عندي اتكلم في محاضرة وحاضر بإذن ألاقي القضاء لو سمحت بتطلع بره إما تستمع لي إما أستمع عليكم مش أن أستمع لبعض أستأذم ومش أنا أتكلم عن أخلاقيات مهنة وتخيرت رغم تخصص الدقيق تخيرت أن أتكلم في هذا الموضوع لتراجع منظومة القيم والأخلاق في المجتمع بصفة عامة ولدى الرجال القضاء الواقف بصفة خاصة فأرسل لكم رسالة تحذير اهتموا بأنفسكم راجعوا أنفسكم العبادات لم تفرد علينا لأن ربنا محتاجنا لا لتنمي فينا الأخلاق ما فردت علينا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام والعجل إلا لتنمي أخلاقنا ولتعلمنا التواضع والرحمة فهذا والمغزى الخلقي من تشريع العبادة تهزيب النفس الإنسانية تنية الأخلاق مصلي ونصوم ونزكي ونحج ويوسف هذا بالمخادع ويوسف هذا بالكذاب أو الغاش أو النصاب كل هذه الألفاز الدارجة يفترض أنها بعيدة كل البعد عن رجال يحمون الحقوق فكلمة محامي من الحماية بتحمي الحقوق فإذا كنت تفتقد هذا الشيء تنتظر من بقية المجتمع أيضا من الاختزامات التي يجب أن يتحلى بها المحامي الوفاء والأمانة دائما ما أردد أن الوفاء من شيء من رجال الوفاء من شيء من رجال نعم قل الوفاء وتراجع الوفاء وانتشر الجحور والإنكار حتى للأسف بين أبناء الأسرة الوحيدة حتى في بين الأبناء والأباء والأمهات بين الإخوة والأخوات إلى أين لو ان عدم الوفاء كيف ننظر إلى هذا المجتمع إذا عدم الولاء كيف تنظر إلى هذا المجتمع وهنا أركن لشيء حدث في واقعنا المعاصر دولة عظمى اللي بيقرأ فيكم اقتصاد سياسي أو فكري سياسي دولة عظمة فكري سياسي دولة عظمة لم يستطيعوا التغلب عليها عسكريا فكر المفكرين كيف نوقع هذه الدولة كل بساطة الصوت لو سمحتم كيف نوقع فقف سنة سبعين واحد وسبعين شخصية معينة يعني اسمه بلناردو ويلويس عملوا وثيقة صغيرة كده واشتروا زمة رئيس احدى مخابرات هذه الدولة الدولة هي دولة عظمة كان طلبهم واحد فقط الطلب بتاعهم واحد فقط سنة واحد وسبعين خلي بالكم من تاريخ خلي بالكم من تاريخ واحد وسبعين الطلب الوحيد عندما يتقدم اليك في وظيفة معينة سلس اشخاص تخير اسوأهم تخير اسوأ من فيهم عشرين سنة الدولة دواعت وتفكقت آه والنهار حاضر حاضر اذا هنا اذا هنا اذا افتقد اذا افتقد الولاء والولاء هو المرتبة الاخيرة في علاقة مع الدولة في انتماء في حب لكن الولاء كتير ما عندوش ولا كتير ما عندوش ولا في كثير من الدول لكن وهنا مش هتكلم عن حق المجتمع عليك لان حق المجتمع عليك حقه المقدس الوعاء اللي بيجمعني انا وانت هذا هو الوعاء المكان ده لو مش موجود احنا في اين كذلك بيتي منزلي الشارع المسجد او الكنيس ما فيش وعاء يحميهم هنصلي فيه هنقيم الشعائر فيه اذا هذا المكان له حق القضاس وادعوكم يعني كان لي دراسة كانت في منظمة المؤتمر الاسلامي والحمد لله فاز باسم مصر عن اسس بناء الدول كيف ابني دولة كيف احافظ على دولة كنت مكلم فيه عن اخلاقيات المجتمع فاذا ترقعت المنظومة الاخلاقية في المجتمع سقطت الدول وهذا ما يلعب عليه وسائل التواصل الاجتماعي او ما يسمى بالعولمة الثقافية طيب التزامات المحامي امام وكريم احنا قلنا وفاء وامانة وانتوا اكثر الناس فهما لمعنى هذا الموكل الذي يأتيك ثقة فيك يا سدزة بسمع بعض الموكلين بيقولوا وانا داخل المحكمة المعضة ومجلس الدولة الولد المحامي هذه القامة هذه القيمة الامعزيز باشا فاهمي ترقص محكمة النقط ومحامي ترقص مجلس القضاء الاعلى ومحامي اجد انسان من الشارع يقف ويقول الولد المحامي وجانب اخر في سعود الاسنسير العام المشار يدخل ايه ده هل وصلنا الى هذا القدر من من ممن فرط في حق نفسه ممن استهان بنفسه ممن استهان بنفسها ترفعوا تكبروا على امثال هؤلاء فالتكبر على المتكبر وعا الجاه الصدقة اذا هنا عندما انا اتكلم عن الوفاة عندما اتكلم عن الامانة وانتم اهلها حافظوا عليها او ما تكلمت عن اخلاقيات المحامي قلت انتزاماتك تجاه موكلك ايه اولا ما تحسسش موكلك انك في حاجة اليه يأتي اليك لا تذهب اليه بشيئلك قابلنا على قهوة او قابلنا على قافي او تعاليل البيت هو قاضي فيه قاضي يروح له احد البيت ازاي تعزز ترفع مهما اغراق فلا تجعل المادة فانصيحا الام من اخوكم وزميلكم وقابل البعض او اعتحكمك المادة ولا تحركك لو لاحما مادة حكمتك وحركتك ستحصل كل شيء نرضى السباك معها مادة السباكري معها في الوز صنايع معها في الوز لكن يمنو لعل قد يكون رزقك في علمك في عقلك وانت مش داري اذا موكلك تعامل معه بترفع ايوة وثق فيك لكن لا يشتريك هنا بنقول تعامل بكل اخلاص بكل امانة عليه ان توضح عليك ان انت توضح له كل الامور واخر الشيء تكلم فيه حتى الانسان الرقية لا تتكلم انت في المادة اجعل سكرتيرك توجهه سكرتيرك اللي تكلم حتى تظل انت امامه مرفوع الرأس شامخ انا اتكلم معكم وكنت محاميا عندما تخرجت قبل ما زهب لجهة اخرى عادت سنة تعلمت وكنت بالشجال رئيس جامعة قاهرة شغال معا تعلمت الاخلاق يعني مش الاخلاق انا تربيت في بيتي لكن نموا فيه هذا فانا بقول بخاطب اسز زملاء اسز زملاء في يوم الايام ان شاء الله هكونوا في ارك الاماكن باعتزازكم من نفسكم عليك ان تتابع ملف موكلك ان تبصره بكل الامور ان تبصره بكل الامور اتزاماتك مع موكلك ارتلك لا تجعل نفسك اسيرا له لا تجعل نفسك اسيرا له يأتي يأتي اليك احترمهم تعامل معه بكل امان وكل صدر كما قلت سلفا ان الشرف والسمعة رأس مال المحام محام عنده مال ويفتقد حسن السيرة لا قيمة له طبيب عنده مال ويفتقد حسن السيرة لا قيمة له استاذ جمع عنده مال ويفتقد حسن السيرة لا قيمة له اذا رأس مالك شرفك رأس مالك سمعتك رأس مالك سيرتك وانت بتعرف كرأس مال المرأة بالصفة عامة والمحامية بالصفة خاصة كذلك انت رأس مالك شرفك وسمعتك يجب عليك ان تحافظ عليهما وان تصعونهما من اجل ذلك فلا يجب عليك ان تكون لك مصالح مشترك مع موكلك وانتو عارفين القواعد اللي بتنظم علاقة المحامي بالموكلك ايضا ابعد ابعد عن كل ما يسيء الى سمعتك لا تجعل نفسك في مواطن تسيء الى سمعتك يعني لا تجلس معلش انت رجل لو اعتزست بنفسك وعرفت قيمتك ما جعلت الناس يتهفتون عليك فانت حامي حقوق الضعفات ربنا جعل فيك الفصاحة جعل فيك زرع فيك او حباك بلغة الخطاب ده ده سيدنا موسى عليه السلام عندما طرب من ربي طرب ايه اخوه هاروم قال ايه هو افصح مني لسانا وده نبي الانبياء فانت حراك الله بامور فلا تهين نفسك ابعذ ابعذي عن تصرفات المشية في الشارع له حق عليك له حق عليك احترم نفسي في الشارع في جلساتي مع الزملاء بخلاف جلساتي مع عامة الناس في كلامي مع الخاصة بخلاف كلامي مع العامة فانت تختلط بالكل ان تقارئ لأوضاع المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ما تهلفتش بالكلام كلمتك ميزان لا تستهينوا منفسكم اقرأوا تاريخ مصر المعاصر وسعد الزغرور كان ايه مصطفى بي النعخاس كان ايه عبدالعزيز باشا فاهم كان ايه عائشة راتب كانت ايه اسزتنا اسزت القانون سامحة القليوم ها اسزتنا اللي علمونا كله محامي 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 ليه ليه بتستهين نفسكم ايضا اوعا تغش او تجذب لأجل المال الى الكذب الى الكذب لو تؤمن ايمانا كاملا بان رزقك من عند الله لن تجذب الكذب غير مؤمن وذلك رسول الله صلى الله سلم كذا كذا ايكذب المؤمن قال لا الا الكذب تجذب ايه علشان ايه المال اللي تغضب الحيلة هتصرف على مرضك ومرض اولاد فمن نبت لحمه من سحت سحت فالنار اولاد لا تعتقد ان الرزق حيلة لا لا رسم اسعى اليه اسعى اليه ايضا ايضا اتكلم عن استقلالية المحام اقول استقلال القضاء واستقلال ايه واستقلال محام ومستقل ايه معنى استقلال المحام انت صد حر لا رقيبة عليك سوى ضميرك لا سلطان عليك سوى ضميرك تقبل ما تشاء وترفل ما تشاء لا تنتظر حقوبة من احد ما يفعلش محامي اشتغل شغل سماسر للأسر جلست في جلسات تحكيم وجدت محامين بيشتغل هذا الشغل هتعلم عايز ازاي هذي اخلاقيات مهنة هل هذا رعاك رعا حق زميلك رعا حق زميتك رعا حق المجتمع نعم اذا اردت ان تسكتوا هذه المهنة تعاملوا بهذا الاسنوب من يدافع عن الضعفاء ومن اقصرهم من يحمي حقوق الناس اذا انتم ضيعتوا حق نفسكم هتحم حقوق غيركم ازاي وانا نتكلم عن استقلالي مفروب استقلالية المحامين يعني انت مستقل لا تلتزم بالتزام قواعد العمال او النظام الخدمة المدينية واحد من ستاشر او تسعة واربعية نو سبعين او مية وثلاثة او خلاف لا لا فرجل حر انت فصانع التشريع هذا عن علاقتك بموكلك وعلاقتك بنفسك علاقتك بمجتمعك حتى لا اطيل علي السادسة الافاضي قال تعالى واذا قلتم فاعجلوا ولو كان زاقربا وبعهد الله اوفوا زالكم وصاكم به لعلكم تذكرون وقال سبحانه ولا يجرمنكم شناءان قومين على ان لا تعجلوا اعجلوا الامر الوجوه اعجلوا واقربوا للطقفة عندما اتكلم عن المجتمع عن الدولة فما هي علاقة رجال المحامى بالوطن الوطن تحكمني فيه او تحكمني به اخلاقيات كما تعلمون ودرستم في النظام الدستوري الوطن عبارة عن ايه اركان السلاسل اهو احنا الاركان ايه ارض يجلسوا فيها ويقتلوا فيها شعب تجدرهم سلط قد الوطن ارض شعب سلط في حاجة ربعة ايش حاجة ربعة اذا دي بسميها اركان الدولة علاقتك انت بقى علاقت ساعدتك انت بهذه الارض انا هعتبر الارض دي هي المحامة صوت يا سجزة علاقتك بها ايه علاقتك الشعب الشعب بالارض علاقة الشعب بالسلطة فاذا هنا في علاقات سلاسة اما اتكلم عن علاقة علاقة المواطن بارضه انت ملزم ملزم شرعا وقانونا بتعمير الارض شرعا قال تعالى هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها اي كلفكم بعمارتها والعمارة هدى لا تتأتى بالبناء فقط انما تتأتى بالكلمة الطيبة تعمير ضد تخريب التعمير كما بالبناء والهدم بالمعول كذلك التعمير بالكلمة الطيبة والتعمير بالكلمة الخليصة وعندما استعرضت الآيات والاحاديث التي تتكلم عن الكلمة الطيبة في القرآن الكريم وفي السنة القلب مش معنى الكلمة الطيبة كل خير مش معنى اه بوه دا البناء المعنوي اذا ما قلت اشتبلك العطاء المادي اريد منك عطاء معنويا اريد منك كلمة طيبة عندما كلفنا الله سبحانه وتعالى هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها اي كلفكم انتم ايها البشر بان تعمروها بالبناء المادي وبالعطاء المعنوي والعطاء المعنوي هو الكلمة الطيبة ايضا هذا عن علاقتي بالارض تعميرها علاقتي بالسلطة لا مش اتكلم عن علاقتي بالسلطة علاقتي بالجهة التي انتمي اليها تنتمي اليه لقابة الاطباء ولا المحامين المحامين اعظم نقاوة وفي كل دول العالم التي زلتها ينظر لها نظرة فوقية وعندنا هنا في نقابتنا التي استطاعت ان تحافظ على نفسها منذ ما يقارب او يزيد عن المئة عن خرجت قامات خرجت قامات علاقتي بها ايه مبنية الاحترام حتى ولو كان هناك خلاف فلو نظرتم الى نقابتكم التي تمثلكم حتى ولو كان هناك تحفظ على بعض الاشياء كنظرة الاخ 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 اكبر او الابن الابي او المتعلم للمعلم لما اخطأنا في حق انفسنا لحافظنا على مستوانا الفكري ومستوانا المجتمعي ولذا اردت دائما من خزلته اسرته لا ينتظر من الاباع المسلطة اذا خزلت نقابتك او انت خزلت نقابتك اوعى تنتظر ان حد ينسوك سلاحك اللي بيأخذ خلفك فمهما كان من وقت من تحفظ حافظ على علاقتك برؤسائك وهنا رؤسائك مين نقابتك هي اللي تحميك هي اللي تاب بجوارك اقترح عظم مواردها ابحث إلجأ اليها تناقش معها هذه اتزامات عليك انت ايها الاستاذ المحام انا طبعا مهما تكلمت عن اخلاقيات المهنة بصفة عامة سواء اكانت نقابة اطباء او مهندسين او خلافه الا انني ارى ان اعظمهم واقدرهم على حماية المجتمعات فكريا وماديا هم رجال القانون انتم انتم السادة دائما لا تبخصوا حق انفسكم انتم القادة انتم المعلمون انا اعتز عندما ادخل اي جهة اقابل جهة قضائية او كذا اقول المحام لا بقول العميد ولا بقول استاذ الجامعة هو يحترمي انا اعتزم مهنتي عندما يعرف ان انا عميد او استاذ جامعة هيحترم نفسه غصبا عنه بس انا قدمت ايه المحامي اذا المحامي قد يكون عميدا قد يكون استاذ الجامعة قد يكون محاميا لكن اعتز بنفسه فلا تستهين وانفسه فلا اترح طبعا اترك المجال لالنقاش او الحوار في بعض المسائل في مسائل غائبة عن الكثير من المحامين مسائل مجتمعية مسائل اقتصادية وهنا يا اسزتنا قبل ان اختتل كرامي اقول يا استاذي حياتك قرار حياتك قرار ومن يصدر القرار يتحمل تبعاته قرار حيات القرار هتشتغل محامية هتتجوز هتعملي قرارك تحمل تبعاته قرارك تحمل تبعاته اذا حياتك قرار والقرار له ابعاد وله اركان المشروعية والانكانية فلا تقرر ما هو مستحيل ولا تقرر ما هو خارج عن النظام بكده نحترم نفسنا اختتم حديثي بهذه الكلمة يا سادة سادة محامية حياتكم قرار واتوت لكم مجال واستمعت اليكم وشاكر لكم على حسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة